مرحبا دكتور وليد حددين مستشار جراحة التجميل والترميم أحد الأسئلة اللي بنسألها دائما أنه يا دكتور أنا عندي جيوب أنفية بصير فيها التهابات عندي وحاب أعمل عملية تجميل الأنف مع عملية تجميل الجيوب عادة إحنا ما مننصح أنه تنعمل هاي العملية مع عملية الجيوب لسببين أول إشي السبب الأول أنه طبيب جراحه وتجميل غير متخصص بمعالجة الجيوب هذا طبيب يعالجها طبيب الأنف والأذن والحنجرة عملية تجميل الأنف ممكن إحنا نعالج عدة شغلات فيها أول إشي منعالج الشكل الخارجي للأنف منعالج انحراف الوتيرة تبعة الأنف ومنقدر نعالج اللحميات الموجودة أو المتورمة بالأنف لكن ما منقدر نعالج أو نعمل عملية الجيوب معها ليش؟ لأن الجيوب يحتاج إلى منظار حتى تقدر تنظفها وتنظف الجيوب الأنفية ما منحب هاي العملية تكون مع بعض ليش؟ لأن عملية الجيوب تعتبر عملية منظيفة فيها نسبة من التلوث أكتر من عملية أنف وعملية الأنف تعتبر نظيفة فما منخلط عملية فيها نسبة التهاب يصير معنا من العملية هاي فنايما نصيحتنا أنه لا ننعمل عملية الجيوب الأنفية مع عملية الأنف أنت بتخلط عملية وسخة مع عملية نظيفة من خاف أنه عملية تجميل الأنف تخرب ترجمة نانسي قنقر